يعني أنت تقصد أن احنا أول ما نعد مع بعض نتعرف على بعض أفهمه أنا مفاهيمي إيه للجواز طيب ما هي أي بنت هتتكلم تقولك أنا مفاهيمي أن أنا أعمل بيت وأتجوز وأجيب أولاد ونعمل بيت سعيد يعني ما فيش حد بيدخل في تفاصيل التفاصيل بص يا أستاذ عبدالل مشاكل دايما للفجنة البرنامج يعني هديك الخلاصات كده كم مشكلة يعني مشكلة أن دايما أن احنا بنتكلم عن الراجل اللي داخل بيتي لكن لا في عائلات بتتهد بسبب البنت اللي داخل العيلة صحيح يعني ممكن أجيب أنا مرات ابني بشوف أمهاك كتير بتبقى رفضة البنت دي رفضة أخلاقيا رفضها عائليا رفضها قيما يعني بتيجي البنت دي تدخل عيلة تنقل كلام توقع مالين الأخ وأخوه مش مسؤولة عشوائية ما بتربش ولادها كويس كل حياتها أنانية بتفكر في نفسها بس فبنلاقي برضو أن اختيار البنت ده مهم جدا اللي داخل عيلتي اللي هجوزها لابني صحيح أتالف تماما أو حد مش متعلم وأجوزها أستاذ دكتور بالزبط مش منطقي ولو حاولت أن أنا دخلها جوة البيئة دي هتعمل صراعات طول الوقت من غير ما تقسم بالزبط لأنها المنتالي بتاعتها اللي ربنا خلقها بيها هتقدر تستوعب لحد قدره معين لحد وعيه معين فعشان أخدها أحطها في كاتجري فكريا أعلى أو اجتماعيا أعلى فأنا بدر الكومينيتي ده بالكامل فعشان كده دايما بنقول للناس بص انت بتتجوز مين وأهلها مين وعملين ازاي لأن التعاملها مع أهلها هو اللي هيبقى نفس تعاملك مع أهلك في المستقبل والعكس صحيح البنت شوفي الولد أبوه أمه بيعاملوا بعض ازاي ما تغديش ولد بقى ليه للأدب وتقولي ما هو هيعملني كويس ليه للأدب هيفضل ليه للأدب مش كويس هيفضل مش كويس فدايما نبصي قبل الجواز في بيئته في تعاملاته اليومية مع أهله مع أخته مع ريبه وانت كمان نبص من نفس المنظور هي مع أهلها مع أبوها مع أمها تحترمهم ازاي بتتكلم معهم ازاي بتتناقش ازاي في التعاملات اليومية في المواقف المختلفة في الشغل بتحصل ايه فده اللي هيخليك تشوف المستقبل بتاعك بنسبة كبيرة هيحصل في ايه لأن سلوكياتنا اللي اكتسبناها على مدار عشرين سنة ولا خمسة وعشرين سنة مش هتيجي حضرتك في سنة حب علشان مراية الحب الجميلة وتقولي ستها هتتغير عشاني مش هيحصل